أهلا بحضراتكم من جديد وبنكمل مع بعض تريند الأهل عندنا شوية تفاصيل كمان متعلقة بالإحصايات وهداف الأهل في الدوري خلال الفترة الأخيرة طيب من خلال السوشيال ميديا والصفحات الرياضية أو صفحات الويب سايت الإخبارية بوابة أخباري اليوم النهاردة كانت مهتمة جدا تأمل تقرير بالأرقام بتنشر فيه كشف حساب هداف الأهل في الدوري الممتاز هذا التقرير من خلال الأكاونت الرسمي بوابة أخباري اليوم على تويتر واتكلموا على أن صدرة الهدافين كانت لوليد سليمان برصيد تسع أهداف لكن جاء في المركز الثاني مروان محسن برصيد سبع أهداف بالتساوي مع عمر السلية وجونيور أجايي بنفس الرصيد يليهم محمود عبد المنعم القهربة بالرصيد خمس أهداف بالتساوي مع علي معلول ومجد أفشا وحسين الشحات بنفس الرصيد وتساوي أحمد الشيخ وأليو باتجي بعدد الأهداف في هذا المسم بأربعة أهداف بينما سجل حمد فتحي سلاسة أهداف وسجل جيرالدو هدفين وجاء في المرتبة الأخيرة هدف لكل منهم أليو ديانج وياسر إبراهيم ومحمد هاني شيء مميز جدا أن يكون التيم بالكامل عندهم قدرات هجومية وقدرات تهديفية وده بالتأكيد خلى الأهلي السنادي في صدارة الهدفين أو في صدارة إحراز الأهداف والقائمة اللي فيها نسبة أهداف عالية كانت من نصيب النادي الأهلي طيب من الصفحة الرسمية أيضا للوطن سبورت وتكلموا على فكرة اللعبة المعارة عودة السلاسة الأهلي المعارة لكن خدوها في إطار أن ده بيهدد صالح جمعة ومحمود كهرباء طيب من خلال وصف الصفحة الرسمية للوطن سبورت اللي خدوا فيها تصريح للكابتن سيد مدير القرى اللي قال فيه أن في رباعي جرى الاستقرار على عودته صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيقه محمد شريف مشيرة لأنه سيجرى حسم موقف أحمد ياسر ريان خلال الأسبوع الجاري لكن من خلال الزملاء في الوطن يعني شافوا المراكز اللعبة المعارة اللي ممكن تكون رجعة للأهلي وممكن يكون ده فيه منافسة مع عدد من اللعبين من وجهة نظرهم شافوا أن ده ممكن يكون فيهوم نفسه قوي جدا مع محمود كهرباء وصالح جمعة لكن فكرة من مكمل من مش مكمل ده لسه بدر عليه وفكرة أن فيه لعبة معارهة هتيجي بعد نهاية الموسم استعدادة للموسم الجديد اللي هيحكم على فكرة الشكل العام للقايمة الفنية هو واحد فقط بيتس المسيماني المدير الفني من خلال استراتيجيته طريقة لعبه اللي عايزه للموسم اللي جاي ممكن يكون موجود ناصر ماهر مع أفشا مع محمود كهرباء مع وليد سليمان أكتر من لاعب ممكن يكون جوكر في أكتر مركز الفترة اللي جاي وبالتالي هنا الرؤية الفني لبيتس المسيماني البعض بيجتهد والبعض بيحاول يعني يستنبت معلومات أو نتائج من خلال عودة لاعبين معارين وده ممكن يكون ليه تأثير أو شكل على القايمة الجديدة لكن في النهاية هي كلها عبارة عن تواقعات ولكنها ليست أخبار مؤكدة